ولمناقشة بيان المرصد العراقي لحقوق الإنسان بشأن فساد ملف النزوح في ظل استمرار معاناة نازحين ينضم إلينا عبر سكايم من أسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي أهلا بك معنا أستاذ عادل أهلا بك أستاذ عادل بداية وبحسب البيان الذي أصدره المرصد العراقي لحقوق الإنسان يوجد أكثر من مليون نازح في المخيمات حبذا لو تصف لنا أوضاع هؤلاء النازحين في ظل موجة السقيعة التي تجتاحها المنطقة بداية حقوق الإنسان أوضاع النازحين في المخيمات أوضاع التربية للغاية في ظل وجودهم في خيم بالية من قماش أضف إلى ذلك تجاه الحكومي لأوضاعهم الإنسانية حقيقة النازح اليوم يعاني من البرد والثلج وقلة الأدوية بل عدمها الكثير من النازحين يعانون من نزلات البرد والأمراض التي يسببها البرد القارس خصوصا كبار السن والأطفال حيث لا يأتي البرد القارس من محيط الخيمة فقط بل من الأرض والرطوبة حقيقة وصل إلينا أيضا سقوط خيمة على قاطينيها في مخيم العويسات مما أدى إلى إصابة شخصين داخل الخيمة الأطفال لو تكلمنا عن الأطفال هم حقيقة أكثر المتضررين من هذا البرد القارس وموجة الثلوج والصقيع في ضل وجود لا وجود لمواد تدفئة أو بطانيات أو أغطية أو صوبات يليهم حقيقة كبار السن الذين كان لهم نصيب في المعاناة بسبب البرد القارس يعني الكثير منهم حقيقة لا ينام الليل يعني كما وصفوا لنا بسبب البرد وبعضهم حقيقة يجمع الحطب والأخشاب للتدفئة لكن هذا حقيقة فيه خطورة بسبب احتراق عدد من الخيم بسبب هذا النوع من التدفئة المسؤولين حقيقة لا يكترثوا لهذا الحال الصعب للغاية كما إن المساعدات من الأهالي أيضا مشكورين لا تكفي لا تلبيت جميع المهجرين حقيقة حملات الأهالي كانت أفضل من الجهد الحكومي الآن ويعني حقيقة نحض المواطنين على مديد العون لإخوتهم النازحين من الأغطية ومواد التدفئة وغير ذلك نعم يعني نلاحظ تكرار هذه المأساة في كل سنة أو حتى على مدار السنة يعني ناهيك عن البرد هناك تراجع أو هناك إهمال طبي هناك إهمال في التعليم على جميع المستويات لماذا تتكرر هذه المأساة؟ ما هي مواطن الخلل؟ أجل هل سمعتني سيد عادل؟ لم أسمع بداية نعم كنت أسألك عن سبب تكرار هذه المأساة سنويا بشكل سنوي فيما يخص الفصل الشتاء وظروفه والبرد والسقيع وأيضا بالنسبة لخدمات التعليم وخدمات الصحة أيضا ما هو سبب تكرار هذه المأساة سنويا؟ حقيقة هذا يعزى ذلك كله إلى إهمال الحكومي العمد لهذه الخيم ولهذه الشريحة الموجودة في هذه الخيم النازحين حقيقة تعاملت الجهات الحكومية والممسكة بملف ملف الهجرة والنزوح تعامل تجاري وتعامل بعيد عن الإنسانية الكثير من الناس تألموا وعانوا من هذه قضية الهجرة والنزوح أوضاع النازحين حقيقة متردية في ظل وجودهم في هذا البرد القارس ولكن هناك مسارعة حكومية لأغلاق ملف النازحين وإثبات أو أن تقول للمجتمع الدولي بأن لا نازحين في العراق لا مخيمات في العراق نعم يعني يحاولون طبعا تحاول السلطات والجهات الممسكة لقضية النازحين إهام المجتمع الدولي بأن هذا الملف وهذه القضية تم إغلاقها وهي قضية يعني انتهت ولكن هي في الحقيقة يعني معالجة صوارية يعني لا تعجو كونها يعني لا تخرج عن موضوع إعلام فقط إعلام وتصوير وإخبار على الصحف ولا تعجو عن ذلك يعني قضية النازحين إلى الآن اليوم عندنا ما يقارب المليون ومئتين ألف نازح ومهجر أوضاعهم الإنسانية صعبة بيوتهم حقيقة مهدمة ومحترقة بساتينهم أموالهم سياراتهم يعني رجالهم الذين غيبوا لا يعرف نصيرهم إلى هذه اللحظة حقيقة المسؤولين عن هذا الملف جميعهم يعني تعاملوا تعامل سيئ جدا للغاية التعامل مع ملف النزوح يعني خصوصا كان تعاملا ضعيفا هشا يعني وزارة الهجرة والمهجرين لم تغطي الحدث كمسألة مهجرين لم تغطي الحدث طيب هنا السيد عادل هنا بما أننا نتحدث يعني كنا نتحدث في تقريرنا عن منطقة الحديرة والنازحين فيها هل تختلف أوضاع أهالي منطقة الحديرة في محافظة صلاح الدين عن أحوال ساكني المخيمات بعد التدمير الواسع لمنازلها من قبل قصف الميليشيات حقيقة أهالي مدينة الحديرة هم يعانون أوضاع صعبة في ظل منازلهم المهدومة المحطمة ومنازلهم المحترقة بتعلي الميليشيات الكثير من منازل مدينة الحديرة أسقفها على الأرض لم تلتفت الحكومة إليهم ولا لوضعهم السيء الكثير من الأراضي الزراعية التي كانت هي تعتبر مصدر دخل لهم يعني هي أصبحت الآن محترقة يعني منتهية يعني البنية التحتية حتى المدرسة لم تسلم من هذا العبط الهمجي للميليشيات رجال هذه المدينة مغيبين مجهول المصير أغلبهم أغلب من موجودين في هذه المدينة هم حقيقة من الشريحة المظلومة والأهالي يعانون من تغييب رجالهم عدد معرفة مصيرهم إلى الآن لا يوجد مستوصف أو محطة رعاية طبية عاجلة أو طارئة لا يوجد مدرسة سالمة وحتى المدينة في هذه المدينة لم يسلم من عبث الميليشيات شكرا جزيلا لك عذرا للمقاطعة وصلت الفكرة كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي شكرا جزيلا لك